الجرد المسبق لتحديد الأولويات واحتياجات السوق الوطني وفق مصالح الدولة والتعهد باغتنام الفرص لتطوير اليد العاملة بالإضافة للتحكم في تكنولوجيات صناعة السيارات وتعزيز المناولة أهم بنود الميثاق المهني للجنة الوطنية الاستراتيجية لفرع السيارات التي تعتزم عرضها يوم الأربعاء المقبل على وزارة الصناعة والشركاء الاقتصاديين التعهد بالمشاركة في عملية التنمية المشتركة التعهد بنشر الأنظمة والموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة التشغيلية التي تدعمها اللجنة التنفيذية الالتزام بقيم التعاون دون تضارب في المصالح والشفافية وتبادل المعرفة والمهارات في سياق المصلحة العامة التعهد من خلال هذا الميثاق باحترام التشريعات واللوائح الوطنية أعضاء الميثاق يسعون لتوفير المواد الخام وتحسين مرونة القطاع لضمان جودة فعالة في تقديم المنتجات التي تلب مواصفات الشركاء الأجانب ودعم المبادرات التنافسية ويلتزم الموقعون على هذا الميثاق بالمساهمة في تطوير فرع صناعة السيارات ومرافقة نشاط اللجنة الاستراتيجية والالتزام بقيم التعاون والشفافية واحترام التشريعات الوطنية التعاهد باغتنام الفرص لتطوير قدراتهم التنافسية لتلبية طلب السوق الوطني وغزو الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم التعاهد بتعزيز التعاون بين كبار المقاولين والموردين الاستراتيجيين الالتزام بنهج التنمية المستدامة لا سيام تكامل القضايا البيئية الالتزام بالعمل بطريقة توافقية مع استخدام التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إذا لازم الأمر من جهتها دعت وزارة الصناعة المصنعين والوكلة للانخراط في لجنة التوجيه الاستراتيجي لقطاع السيارات لإثراء الميثاق المقدم واعتماده والمصادقة عليه اشتركوا في القناة